هذه هي الحلقة الرابعة والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة لا زال الكلام بخصوص أسئلة الرسالة التي وردتني من بلجيكا حيث كان الحديث عن نزعة خطابية أخذت تنتشر في أوساط الشباب الشيعي بحسب ما تقول الرسالة وتلك حقيقة في الحلقة الماضية كان الحديث عن الضوابط التي وضعها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أعيد الكلام وتسلسل الحديث بخصوص زرارة ابن أعين وبخصوص ذلك اللعين محمد ابن نصير وصل الكلام إلى السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ثم إلى الصدوق ووالده الأسئلة أجبت عليها بقي سؤال بخصوص علم الرجال ولا أريد أن أفصل الكلام بخصوص علم الرجال لأنني تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها وأسهبت في البيان وغطيت الموضوع من جميع جهاته وكان الكلام في عدة برامج وليس في برنامج واحد لكنني أذكر بالآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية واضحة لا تعبأوا بالأسانيد ولا تعبأوا بناقلي الأخبار أكانوا صالحين أم كانوا طالحين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبرة تبينوا تأكدوا من متن الحديث وليس هناك من مفهوم في الآية مثل ما يقولون فإن الثقة لا نتبين خبرة الثقة لا نتبين خبرة إذا ولد العلم عندنا أولاً نحن متأكدون من أن المعلومة قد نقلها من مصدر العلم الصحيح وثانياً نحن متأكدون من أن الثقة هذا ضابط في النقل لا بد من وجود ما يثبت لنا أن الذي ينقله الثقة يسبب العلم لأن الذي ينقله الفاسق يسبب العلم بحسب الآية إذا ما تبيننا متن كلامه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فإذا تبيننا فإن الكلام سيكون علمياً ومن هنا فإن الآية ليس لها من مفهوم الآية منطوق فقط لأن المطلوب منا أن نتأكد من أن المعلومة التي وصلت إلينا هي علمية وليس الظنية وهنا يتساوى الثقة وغير الثقة لأن الثقة أيضاً لا بد أن نتبين خبره إلا إذا كان المعصوم هو الذي وثقه وقال لنا خذوا بكلامه إذا كان المعصوم قد وثقه وقال لنا خذوا بكلامه حينئذ لا نتبين كلامه لماذا؟ لأن كلامه علمي أو أننا متأكدون من أنه لا ينقل إلا المعلومة العلمية من طريق التجربة والمعايشة والقرائن الكثيرة وإلا فإن الثقة لا بد أن نتبين أخباره أيضاً خصوصاً إذا لم نكن عالمين بأنه ضابط في نقله ومن أنه لا يعتمد الظنون والاحتمالات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة هذا إذا لم نكن قد تبيننا فإننا نصيب قوماً بجهالة ولكن إذا تبيننا فإننا سنتحدث بعلم هذا يعني أن الفاسق ينقل لنا العلم ولكن بشرط أن نتبين حقيقة ذلك الذي نقله الفاسق إذن فإن الآية تؤسس لهذه الحقيقة الأولوية للمعلومة العلمية ولا نبالي من نقلها أكان فاسقاً أم لم يكن كذلك وإذا كان الناقل ليس فاسقاً إذا لم يولد نقله العلم لا قيمة لنقله وهذا هو الذي يتحدث عنه قائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الكافي الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين إنه باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مجلس الإمام كان هناك ابن أبي يعفور ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق حيث يقول سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به أكان ثقة أم لم يكن ثقة لا قيمة لعلم الرجال هذا منطق القرآن وهذا منطق العترة الطاهرة حينما أقول لا قيمة لعلم الرجال إنني أتحدث عن علم الرجال الموجود في الواقع السني وفي الواقع الشيعي لأن المعلومات التي تنقل فيما يسمى بعلم الرجال ليست علمية جئونا بعلم رجال يقدم لنا معلومات علمية ونحن سنعمل به الإشكال الذي أشكله على علم الرجال إنني لا أشكل على علم الرجال لأنه علم الرجال إشكالي على علم الرجال لأنه لا يقدم لنا معلومات علمية المعلومات التي يقدمها علم الرجال ليست علمية قد تكون كاذبة لا حقيقة لها وقد تكون ظنية تتردد ما بين الخطأ والصواب فأي علم هذا ركام من الهراء ركام من التفاهة والحماقة والسخف هذا هو علم الرجال إنني أرفض علم الرجال لعدم علميته لا يقدم لنا معلومات علمية وهذا هو منطق القرآن هذا منطق القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليس مهما أن يكون ناقل الخبر موثوقا أو ليس موثوقا المهم أن الخبر يكون علميا أو لا هذا هو المهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الخبر الآتي من الفاسق يمكن أن يؤدي بنا إلى جهالة ويمكن أن يؤدي بنا إلى علم إذن خبر الفاسق يمكن أن يكون علما لكن بشرط أن نتبين خبره وخبر الثقة كذلك لا يوجد مفهوم للآية الآية منطوقها واضح إذا كان هناك من مفهوم في الآية ففي هذا الجزء أن تصيب قوما بجهالة فإذا كان الخبر علميا فاخذوا به بغض النظر عن الناقل أكان فاسقا أم لم يكن كذلك إذا كان هناك من مفهوم فهو هنا وليس في هذا الجزء من الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا الجزء لا يوجد فيه مفهوم لأننا إذا أكملنا الآية فإن الآية تتحدث عن علمية الخبر لا بد أن يكون علما وهذا يعني أن خبر الفاسق يمكن أن يكون علما ولكن بعد أن نتبينه خبر ثقة يمكن أن يكون علما ويمكن أن يكون جهالة ومن هنا يتساوى الفاسق وغير الفاسق ولذا فإن الآية ليس لها من مفهوم إذا كان في الآية من مفهوم فهو هنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة حتى تصل إلى العلم فإذا كانت تبين يقود إلى العلم حينئذ يكون الكلام صحيحا ومقبولا حتى وإن كان الناقل فاسقا إذا كان في الآية من مفهوم فهو هنا أما هذا الذي يردده مراجع النجاف من أن الآية تتحدث عن أن نأخذ بخبر الثقة هذا لا يوجد في الآية أبدا هذا منطق الشيطان الآية لا يوجد فيها هذا المنطق منطقها واضح فإن الآية تتحدث عن فاسق وبما أن الآية جعلت خبر الفاسق يمكن أن يكون علميا بعد التبين حينئذ انتفى المفهوم فإذا كان خبر الفاسق يمكن أن يكون جهلا ويمكن أن يكون علما خبر الثقة كذلك يمكن أن يكون جهلا ويمكن أن يكون علما فتساوى الأمران أما الأحاديث التي تقول من أن المعصومة قال فلان ثقة واخذوا بقوله نأخذ بقوله لأن المعصومة وثقه فهذا لا يعني أننا نعمل بعلم الرجال الموجود بين أيدينا هذا علم لا يعطي علما هذا علم يعطي جهلا لأن الأسس والقواعد التي يعمل بها هذا العلم لا تولد علما كتب الرجال عند الشيعة وعند السنة أقوالهم لا سند لها أقوالهم لا سند لها يمدحون ويقدحون من دون أسانيد لا بد أن يذكروا لنا الأسانيد وحينئذ إذا ذكروا الأسانيد فنحن بحاجة إلى تقييم تلك الأسانيد فبماذا نقيمها بأي طريقة لا بد من علم رجالي ثاني ومن كتب ثانية لتقييم أسانيد كتب الرجال في منقولاتهم في المدح والقدح مهزلة هذه مسخرة ولا يضحك عليكم كي يقال لكم بأن الرجاليين من أهل الخبرة ويأت خبرة في تقييم الرجال ونحن نقرأ في الكتاب الكريم من أن نوحا النبي حين قيم ابنه فإن الله سبحانه وتعالى رفض تقييمه في في سورة هود ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم لأن الله وعده من أن أهله سينجون من الغرق إلا من سبق عليه القول فكان تقييمه لابنه من أنه من أهله ومن أنه من الصالحين فماذا قال الله له قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا شيخ المرسلين يقيم ابنه الذي كان يعيش معه في بيته ونوح قد عمر ما عمر من القرون حتى لو لم يكن نبيا فإنه يمتلك تجربة فريدة في الحياة ومع ذلك فإن تقييمه الرجالية عده الله سبحانه وتعالى من الجهل إني أعظك أن تكون من الجاهلين وهذه سورة الأعراف تحدثنا عن أن موسى اختار من قومه سبعين رجلاً الأخبار تخبرنا كانوا سبعين ألف فالترهم فأخرج منهم سبعة آلاف فالترهم فأخرج منهم سبعمئة فالترهم فأخرج منهم سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ولكنهم غدروا به حينما ذهبوا إلى الميقات والحكاية مفصلة ما بين الآيات والروايات الموضوع هذا تحدثت عنه كثيراً في برامج السابقة خصوصاً في برنامج الخاتمة تحدثت عن هذا عدة مرات وفي العديد من الحلقات بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات المختصة بهذا الموضوع ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه بعد أن قال له ابن أبي يعفور يسأله عن الأحاديث يرويها الموثوق وغير الموثوق الإمام قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به أكان ثقة أم لم يكن لا أهمية لناقل الرواية الأهمية للمضمون للمتن هل يسبب علماً هل ينتج علماً أو لا وعندنا قاعدة معلومات القرآن ومعارف محمد وآل محمد صلوات الله عليه نذهب إلى فاصل أعتقد أني في الحلقة الماضية قد وضعت بين أيديكم مثالاً عملياً حينما حدثتكم عن زرارة ما نقلت شيئاً يخص زرارة له علاقة بهذا الذي يسمى بعلم الرجال وإنما اعتمدت ضوابط العترة الطاهرة وقد ذكرت ضابطتين الضابطة الأولى القرآن والضابطة الثانية ما قاله أئمتنا أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا فذهبت إلى ما رواه زرارة فوجدت أن زرارة قد روا كثيراً وكثيراً وكثيراً من الأحاديث وعرضتها على الكتاب الكريم فصار ثابتاً عندي من أن أحاديث زرارة عن العترة إنها كثيرة منتشرة في كتبنا وهي موافقة للقرآن إذن هذه أحاديث أهل البيت وهي كثيرة ودققت النظر في مضامينها فوجدت أغلبها من أمهات أبواب الحديث ونظرت في ما يعينني على إدراك فهم زرارة من خلال نوع أسئلته التي يوجهها للمعصوم ومن خلال محاورته للمعصوم وبهذا ثبت عندي عظمة زرارة ووثاقة زرارة من دون الرجوع إلى هراء الرجاليين وسخفهم وهذه ضوابط العترة الطاهرة هذا الذي قلته لكم من أن العترة تركت لنا ضوابط أم لم تفعل إذا لم تكن قد تركت لنا ضوابط فإنه لا دين حينئذ وتصبح الحكاية مسخرة بتمام معنى الكلمة لقد تركوا لنا الضوابط فإذا ما عملنا بهذه الضوابط فإننا سندرك الحقائق على مستوى التفسير على مستوى العقائد على مستوى الفتاوى وعلى مستوى الرجال ورواة الحديث وأعتقد أنني أقوم بهذا عمليا دائما في برامجي على الأقل في حلقة يوم أمس لأننا لازلنا في الرسالة وأسئلتها على الأقل في حلقة يوم أمس وكيف حدثتكم عن زرارته وعن محمد بن نصير لعنة الله عليه وعن السفراء الأربعة وعن الصدوق ووالده المجموعة الثانية من الأسئلة المتفرقة في هذه الرسالة هذا السؤال التاسع فهناك ثمانية أسئلة أجبت عليها بما تقدم في الحلقتين الماضيتين السؤال التاسع ما معنى لقاء الله في كلمات أهل البيت عليهم السلام هذا مصطلح متحرك عنوان متحرك لا يستطيع أحد أن يجعل له تعريفا ثابتا في ثقافة العترة الطاهرة هناك المصطلح المتحرك وقد تحدثت عن هذا في برامج السابقة ما يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إني لأتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج إنه المصطلح المتحرك الصلاة يمكننا أن نقول عنها بأنها مستوى من مستويات لقاء الله وهكذا الصيام وهكذا الحج والعمرة وهكذا زيارة الحسين فمن زار الحسين زار الله فوق عرشه العبادات عموما إنها مستويات بحسب كل عبادة من حقيقة لقاء الله أليس عندنا من أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفخير المحتاج العبادات بشكل عام إنها نقاط للقاء الله سبحانه وتعالى القتل في سبيل الله القتل في سبيل الله نقطة واضحة للقاء الله أرقى أرقى مستوى من مستويات لقاء الله في الدنيا معرفة الإمام معرفة الإمام هي أرقى مستوى من مستويات لقاء الله من عرفنا فقد عرف الله من عرفنا فقد عرف الله من أحبنا فقد أحب الله من والان فقد وال الله من أطاعنا فقد أطاع الله كل هذا يجتمع في معرفة إمام زماننا إذن الصلاة معنى من معاني لقاء الله والصيام كذلك والحج فالصائم هو ضيف الله الضيف يلتقي بمن يضيفه والحاج والمعتمر وفد الله هكذا وصف الحاج والمعتمر والوفد يلتقي بمن قد وفد عليه فالصلاة معنى من معاني لقاء الله إنها معراج المؤمن والمعراج يقود إلى لقاء الله سبحانه وتعالى الصلاة معراج والصلاة كتاب موقوت إنها موعد للقاء بالله سبحانه وتعالى قطعا في أصل تشريعها وإلا فإن صلاتنا ما هي بصلاة بهذا المعنى إنها حركات وألفاظ الصلاة معنى من معاني لقاء الله والصيام كذلك والحج والعمرة وزيارة الحسين صلوات الله عليه وأن يقتل الإنسان في سبيل الله إنها الشهادة موعد موعد لقاء خاص بالله سبحانه وتعالى والأعلى والأرقى معرفة الإمام معرفة الإمام هي أرقى مستويات لقاء الله في عالم الدنيا الموت الموت مستوى من مستويات لقاء الله الحشر في القيامة مستوى من مستويات لقاء الله إلا أن أعلى مستويات لقاء الله يوم القيامة أن ينال الشفاعة وأن يدخل الجنة فإذا نال الشفاعة ودخل الجنة وأغلقت أبواب الجنان ونادى قسيم الجنان والنيران يا أهل الجنان خلود خلود ويا أهل ويا أهل النيران خلود خلود هنا يتحقق معنى لقاء الله ولن يقفه عند مستوى من المستويات فإن مستويات لقاء الله تبقى ترقى وترقى ما دام الإنسان في الجنة والإنسان في الجنة خالدا مخلدا فستبقى المستويات تترقى ما دام الإنسان يجاور محمدا وآل محمد فليس كل الذين في الجنان يجاورون محمدا وآل محمد هناك من هو في الجنان وليس قريبا من محمد وآل محمد هناك من هو في الجنان لكنه لا يرى محمدا وآل محمد بنحو له خصوصية موضوع الجنان موضوع مفصل والحديث فيه طويل طويل خلاصة الكلام لقاء الله هذا مصطلح متحرك الكلام فيه ربما يحتاج إلى تفصيل وتطويل لكنني أكتفي بهذه الإجابة الموجزة وأنتقل إلى السؤال العاشر من أسئلة الرسالة نفسها هل الأخلاق والاعتقاد وجهان لعملة واحدة ما هو الرابط الحقيقي بين الخلق والعقيد وهل الولاية والبراءة هي خلق أم هي عقيد خصوصا بالنظر إلى ما جاء في حديث جنود العقل والجهل الأخلاق إذا أريد منها الخصال فهي تكون في حاشية الاعتقاد ولا يمكن أن تكون وجها ثانيا لعملة واحدة وجهها الأول العقيدة إلا إذا أردنا أن نتسامح في الموضوع العقيدة هي الأساس والعقيدة موطنها العقل والقلب وجذورها تمتد إلى الفطرة أما الأخلاق فهي خصال الأخلاق سلوك العقيدة تظهر آثارها في الأخلاق إذا كانت العقيدة قوية فإن آثارها ستظهر واضحة في الأخلاق لكنها إذا لم تكن متينة لا تظهر في الأخلاق حينما أقول تظهر في الأخلاق أعني أنها تؤثر في سلوك الإنسان أخلاق الإنسان منها ما هو طبعي ومنها ما هو تطبع الطبعي يجري على طبعه الكلام في التطبعي العقيدة تؤثر في هذه الجهة العقيدة السليمة المتينة إنها تصحح الأخلاق الفاسدة من خلال أسلوب التطبع إذن العقيدة شيء والأخلاق شيء العقيدة علم وفكر ونظر منهما هو مستقر في عقل الإنسان إنها علمية العقيدة ومنهما هو مستقر في قلب الإنسان إنها روحانية العقيدة معنوية العقيدة العقيدة السليمة والتي تصطلح عليها الأحاديث المعرفة أن يكون مستوى الاعتقاد في العقل بنفس مستوى الاعتقاد في القلب هذه هي المعرفة إذا اختل الميزان فإن المعرفة ستكون مختلة فليس هناك من معرفة المعرفة أن تكون العقيدة بتكوينها العلمي مستقرة بوضوح في العقل وأن تكون بتكوينها المعنوي الوجداني الروحاني مستقرة في القلب بنفس المستوى وتلك هي المعرفة ومن زار الحسين عارفا بحقه عارفا بحقه هذه هي المعرفة التي هي العقيدة حيث يتساوى وضوحها وانبلاجها ما بين العقل والقلب أما الأخلاق فهي خصال وهي سلوك وهي آثار عملية قد تكون لها جذور في وجدان الإنسان جذور الأخلاق في وجدان الإنسان صور من صور العقيد انطباعات من انطباعات العقيد حينما يكون الإنسان على معرفة فإن الانطباعات تلك تتماهى في المعرفة نفسها وحينئذ تكون الخصال والتصرفات والأقوال والأفعال من آثار العقيدة السليمة إذا كان الكلام بلسان التسامح والتساهل يمكن أن نقول من أن العقيدة هي الوجه الأول للعملة الوجه الثاني يأتي تفرعا يأتي تباعا فالأخلاق آثار العقيدة ما هو الرابط الحقيقي بين الخلق والعقيدة أعتقد أن الجواب غطى ما يتحدث هذا الاستفهام عنه وهل الولاية والبراءة هي خلق أم هي عقيدة الولاية والبراءة عقيدة لكنها تنعكس في الجانب الفعلي والقولي في حياة الإنسان وإذا ما رجعتم إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك فإنني قد تحدثت عن البراءة ومن أن البراءة فكرية وعاطفية وفعلية وقولية ومن أن البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية أما العاطفية والقولية والفعلية فإنها تأتي في حاشية البراءة الفكرية الأصل البراءة الفكرية وكذلك الحديث عن الولاية الولاية الفكرية الكلام هنا هل أن الولاية والبراءة من الأخلاق أم من العقائد إنها عقيدة إنها عقيدة لكن التصور العملية في جنبة البراءة الفعلية والبراءة القولية تنعكس على أخلاق الإنسان وإلا فهي عقيدة لكن آثارها القولية والفعلية ترسم من خلال سلوك الإنسان من خلال أخلاق أما حديث جنود العقل والجهل فهذا موضوع واسع جدا هذا موضوع يؤسس تأسيسا علميا للتعانق فيما بين مفردات العقيدة ومفردات الأخلاق وطبائع الموضوع موضوع عميق جدا إذا سنحت فرصة سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى السؤال الحادي عشر هل شفاعة أهل البيت عليهم السلام تنال الشيع الذي لا يصلي أو لا يلتزم بمواضبة الصلاة مع تصريح الكثير من الروايات بأن رحمة أهل البيت عليهم السلام وشفاعتهم تشمل المذنبين من شيعتهم الصلاة ما بين الواجبات لها خصوصية هذا لا يعني أن الذي لا يحافظ على صلاته لن يكون مشمولاً بالشفاعة بالمطلق هناك روايات تتحدث عن أن الذي يستخف بصلاته لا تناله الشفاعة هذه الروايات هي الأخرى لا تتحدث بالمطلق لأننا إذا أردنا أن نفهم موضوع الشفاعة لا بد أن نجمع كل أحاديثه أحاديث الشفاعة كثيرة جداً ما بين روايات وأدعية وزيارات إنها نصوص كثيرة فلا يمكن أن نقف عند نص أو عند نصين ونقول من أن الشفاعة هكذا وهكذا الصلاة في ديننا في ثقافة العترة الطاهرة لها خصوصية خصوصيتها نابعة من هذه النقطة من أية نقطة الميزان الأول والأخير ولاية علي هذا هو ميزان النجاة والهلاك ميزان الهداية والضلال ميزان الإيمان والكفر ميزان التوحيد والشرك ولاية علي الصلاة هي أهم العبادات التي تكون صورتها من أقرب التجليات إلى ولاية عليهم ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم وفي تفسيرهم لقرآنهم فإن الصلاة في قرآنهم تعني ولايتهم وإن الصلاة عنوان من عنوينهم في الكتاب الكريم ونحن الصلاة في كتاب الله هم الذين يقولون هذه كلماتهم هذه قاعدة من القواعد التفسيرية ونحن الصلاة في كتاب الله الإخلال بها يقود إلى مطب خطر الإخلال بالواجبات الشرعية يقود إلى تزلزل العقيدة في العقل والقلب وهذا التزلزل عند الاحتضار قد يؤدي إلى زوالها معرفة إمام زماننا تكون في العقل والقلب الواجبات ما يجب علينا أن نأتي به وما يجب علينا أن ننتهي عن الواجبات هي التي تسبب ثبات العقيدة في العقل والقلب حينما نقصر في واجباتنا متعمدين معاندين مستخفين فهذا يؤدي إلى أن تتزلزل العقيدة في عقولنا وقلوبنا وإذا ما بقي هذا التزلزل قائما في لحظة الاحتضار سيسبب زوال العقيدة فقد يعيش الإنسان شيعيا يعيش الإنسان مؤمنا ولكنه حينما يودع الدنيا يترك إيمانه ويترك ولاءه لعلي في الدنيا لأنه كان يحمل عقيدة متزلزلة سبب تزلزلها هو التقصير المتعمد في الإتيان بالواجبات إنه الاستخفاف بالواجبات الشرعية الصلاة تقع في رأس القائمة إنها عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها في عالم العبادات الصلاة هي إمام العبادات لكنها لا تمثل شيئا إذا أردنا أن نقيس أهميتها بمعرفة إمام زماننا هذا المنطق الموجود عند مراجع النجف وكربلاء من تقديم الصلاة على معرفة الإمام المعصوم هذا منطق ناصبي نجس لا علاقة له بدين العترة الطاهرة الصلاة لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بمعرفة إمام زماننا الصلاة إمام العبادات الصلاة أهم العبادات الصلاة هي الصورة الأقرب والتجل الأقرب إلى ولاية علي لكننا إذا أردنا أن نقايسها مع ولاية علي لا قيمة لها لا قيمة للصلاة لأن الصلاة لا تقبل إلا بولاية علي لأن الصلاة لن تكون صحيحة إلا بذكر ولاية علي فيها لفظيا ومعنى جوهر الصلاة يرتبط بولاية علي صلوات الله عليه وفقا لهذه الرؤية فإن الذي لا يصلي وإن الذي لا يهتم بصلاته بحسب الروايات والأحاديث سيكون محروما من الشفاعة الروايات تحدثت عن ذلك لكن هذا لا يكون بنحو الإطلاق قد يكون الإنسان ليس مصليا وقد يكون الإنسان ليس مواضبا على صلاته ولكنه يوفق للشفاعة لأمر آخر ولأنه لم يكن معاندا لم يكن مستخفا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وآل رسول الله هذه القضية لا تحكم بقانون رياضي هذا أمر راجع إلى إمام زماننا الحكاية هنا الحكاية هنا حينما أقول الحكاية هنا يعني أن أصل الحكاية هنا هل سيموت الإنسان شيعيا من شيعة علي وهل سيحشر يوم القيامة شيعيا إذا حشر يوم القيامة شيعيا حتى لو لم يكن مصليا حتى لو لم يكن مواضبا على صلاته فإن شفاعة ستكون منقذة له منجية له المشكلة في هذا الذي يعيش شيعيا لكنه يموت ناصبيا أو أنه يموت شيعيا لكنه يحشر ناصبيا هنا يأتي الحساب هل صلى لم يصلي هل واضب على صلاته المشكلة هنا هنا فموضوع الشفاعة موضوع واسع وواسع جدا لا يمكنني أن أتحدث عنه في هذه العجالة لقد تحدثت عنه في برامج المختلفة يمكنكم أن تعود إلى المواطن التي تحدثت فيها عن شفاعة العترة الطاهرة السؤال الثاني عشر سؤال عن أحد الملحدين عن إثبات نبوة الأنبياء من خلال كتب عمرها آلاف السنين مع ما فيها من التحريف والمخالف للعقل ما فيها من التحريف ومن المضامين التي تخالف العقل هذا هو الذي يقصد في الكلام مع ما فيها من التحريف والمخالف للعقل أو الوجدان مثل ما قال كيف يمكن الاعتقاد بنبوة شخص أراد أن يذبح ابنه بيده في قصة نبي الله إبراهيم أو أنه يتراء له أو يتراء له المعنيان صحيحان أو أنه يتراء له ملائكة أو ما شاب حيث يدعي هذا الملحد أن مثل هذه التصرفات غير عقلانية والوحي قد يكون نتيجة هلوسة ذهنية لمرض أو ورم في المخ كل هذا يسبب هذه الهلوسات التي تسمى وحيا خصوصا أن سلسلة الأنبياء هي سلسلة عائلية وهذا المرض يتوارث فيهم فهل من العقل تصديق مثل هذه الادعاءات التي ذكرت في كتب عمرها مئات وآلاف السنين واتباعها وجعلها مصدرا للمعرفة كيفية الحياة طرح السؤال ليس منهجيا إذا كان هذا الذي يطرح السؤال يطرح هذا الإشكال إذا كان ملحدا هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فكيف سأجيب على إشكاله حتى لو أجبت على إشكاله وأثبت من أنهم أنبياء وما هم بمهلوسين إنهم أنبياء لمن هو لا يؤمن بالله هذا السؤال ليس منهجيا والبحث لا يكون بهذه الطريقة لابد أن يكون النقاش أولا في إثبات وجود الله ثم يكون النقاش ثانيا في إثبات وجود أنبياء لله سبحانه وتعالى ثم يكون النقاش ثالثا في أن الذين يتحدث عنهم كإبراهيم الخليل هم من أنبياء الله ومن أن الكتب هذه قد جاءت من الله هكذا هي منهجية البحث إذا كان هذا الملحد لا يؤمن بوجود الله فماذا سنثبت له وماذا سنطرح من كلام ومع ذلك ومع ذلك مع أن السؤال ليس منهجيا منهج البحث العلمي يرفض هذا السؤال ولكن ني أقول مع أن السؤال ليس منهجيا هذا الملحد حينما يقول هذا الكلام هل هو مقتنع بأن الكتب هذه أعمارها أعمار هذه الكتب تمتد إلى مئات من السنين إلى آلاف من السنين هل هو مصدق بهذا وهل هو مصدق بالمعلومات التي جاءت في هذه الكتب غاية الأمر أنه يفهمها بأنها هلوسة هل هو مصدق بهذا إذا كان مصدقا بهذا بغض النظر عن عدم إيمانه بوجود إله يأتي الكلام في هذه الجهة نقول له إذا كنت مصدقا بوجود كتب تمتد إلى مئات من السنين وإلى آلاف من السنين مثل ما جاء في مفروض السؤال في مفروض الإشكال وكنت مصدقا بالمعلومات التي جاءت فيها لكنك تفهم المعلومات بطريقة أخرى نقول له هناك فهم آخر من أن هؤلاء أنبياء ومن أن هؤلاء حكماء ومن أن هؤلاء لا يهلوسون ومن أن هؤلاء عندهم منهج عملي فكري عقائدي روحي يعملون به فهذا فهم وهذا فهم علينا أن نقارن بين الفهمين وأن نعود إلى التأريخ لدراسة ماذا جرى وبعد ذلك نقارن بين المنطقين أي المنطقين أقرب للعقل المنطق الذي يتحدث به عن أن الكتب القديمة هذه والتي تجتمل على المعلومات الصحيحة هذه بحسب ما هو يقول أو بحسب ما يقول الذين يؤمنون بهذه الكتب لكنني لا أعتقد أن الأمر هكذا هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالأديان ولا يؤمن بالكتب وإنما يريد أن يطرح إشكالا على الذين يؤمنون بهذه الكتب وأنا سأطرح إشكالا عليه أيضا أنا أقول هذا الملحد لو أنه ذهب إلى شقة التي ينام فيها دعوني أفترض من أنه ينام وحده في شقة ونام في فراشه نام على سريره استيقظ على رائحة كريهة لما استيقظ أصابه الذعر لماذا هناك من جاء وخرى عليه وهو نائم خرى على رأسه خرى على بدنه على ثيابه هناك من جاء يبدو أن شخصا أن أشخاص لا يحبونه جاء وخر عليه وهو نائم استيقظ مذعورا نظر إلى كمية الخراء التي وضعت على رأسه وعلى بدنه إنها كمية كبيرة فاستنتج أن أكثر من شخص قد قام بهذا الفعل خرج من غرفته باتجاه باب الشقة باتجاه الباب الأمامي وجد الباب مفتوحا فاستنتج من أنهم دخلوا من هذا الباب أخذ يفحص الباب هل هناك من كسر هل هناك من علامة من أثر تقول من أنهم فتحوا الباب بالقوة ليس هناك من أثر يبدو أنهم قد فتحوا الباب بالمفتاح بالمفتاح هكذا استنتج هناك أكثر من شخص لأن كمية الخراء كثيرة لقد خروا عليه خراء كثيرة الباب مفتوح وليس هناك من أثر لكسر في الباب لقد فتحوا الباب بالمفتاح وخرجوا وتركوا الباب مفتوحا لكنه حينما عاد وجد آثار خراء في البيت فرح يتتبع آثار الخراء فوجد أن آثار الخراء تقوده إلى الباب الخلفي للشقة فاستنتج من أنهم قد مروا من هنا وفتحوا الباب الخلفي وخرجوا وأغلقوا الباب لأن الباب كان مغلقا استنتج هذه الصورة من أن أشخاص عندهم مفتاح لشقته فتحوا الباب ودخلوا بهدوء وتركوا الباب مفتوحا لم يغلقوا ودخلوا إلى غرفته وهو نائم على سريره وخروا عليه خروا على رأسه وعلى بدنه وعلى ملابسه وعلى فراشه ملؤوه خراء فلما استيقظ استنتج لكثرة الخراء أن الذين فعلوا هذا كانوا أكثر من واحد ولما رأى آثار الخراء باتجاه الباب الخلفي استنتج أنهم دخلوا من الباب الأمامي فتحوه بالمفتاح وتركوا الباب مفتوحا أما الباب الخلفي فكان مغلقا من الداخل وهم كانوا في داخل الشقة فتحوا الباب وخرجوا وأغلقوا الباب وذهبوا وربما أيضا أخذ يشخص الأشخاص لأنه يعرف الأشخاص الذين يملكون مفتاحا هو قد أعطاه لهم أو أنه شخصهم لأنه يعرف بعض الأشخاص الذين هو على اختلاف معهم وهم يفعلون مثل هذه الأفاعيل فحينما ذهب إلى الشرطة الشرطة قالوا له لا توجد بصمات هذه القضية نشأت من وحدها هذا الباب تحرك لوحده وفتح الباب أما الخراء هذا الذي على رأسك ووجهك فهذا تكون من معادلات كيميائية في الهواء الطبيعة هي التي خرت عليك وأما هذا الخراء الذي كان في البيت إلى الباب الخلفي فهذا من طبيعة أيضا لا يوجد فاعل هل يقبل بهذا الكلام الذي يعتقد أن الخراء له موجد ولا يعتقد أن الكون العظيم له موجد هذا هو المهلوس وليس الأنبياء هم الذين يهلوس ولسنا نحن الذين نهلوس إذا كان الخراء له موجد له فاعل له صانع هذا الكون العظيم هذه الشمس هذا الكائن العجيب هذه البحار بغرائبها وهذه الجبال هذا الهواء الذي نستنشقه هذه الأجساد الإنسانية والحيوانية العجيبة في تراكيبها وأعضائها وكيميائيتها كل شيء عجيب والله حينما أذهب إلى ستوكهول ومدينة ستوكهول تقع على بحر البلطيق حينما تقترب الطائرة من المدينة لا أتحدث عن عمرانها وهي مدينة جميلة جدا إنما أتحدث عن طبيعتها وأنا أنظر من الطائرة إلى بحر البلطيق وإلى سواحل مدينة استوكهولم التي هندست بهندسة غريبة إنها صورة مذهلة خصوصا حينما تكون أشعة وقت الأصيل أشعة الشمس تخترق الفضاء واصلة إلى تلك السواحل إلى تلك الصخور التي نقشت بطريقة فنية عجيبة يخيل لي لو أن كل الرسامين من الأموات والأحياء ومن الذين سيأتون وكل النحات وكل المعماريين لن يستطيعوا أن يرسموا صورة كهذه الصورة العجيبة جمال طبيعي أخاذ هذا مثال هذا مثال هل هذا حدث لوحده هكذا هؤلاء هم الذين يهلوسون وتذكروا المثال هذا الدليل يمكنكم أن تسموه بالدليل الخراء في مواجهة الملحدين الخراء له موجد والكون بعظمته وكل عظمته ليس له موجد المهلوس هو هذا الملحد وكما قلت فإن السؤال ما هو منهجي إنه يخالف منهجية البحث العلمي نذهب إلى فاصل السؤال الثالث عشر كيف يجب دراسة سيرة أهل البيت عليهم السلام وفقا لمنهج العترة الطاهرة وهل الكتاب السيد محمد باقر الصدر أهل البيت عليهم السلام تنوع أدوار ووحدة هدف كتاب نستطيع الاعتماد عليه لتشكيل صورة واضحة عن منهجية وسيرة عملية لأهل البيت عليهم السلام في خطوطه العريضة بالنسبة لأسلوب محمد باقر الصدر والذي يلخصه هذا العنوان تنوع الأدوار ووحدة الهدف بالإجمال الكلام صحيح لكن محمد باقر الصدر من الآخر يتعامل مع الأئمة وكأنهم أعضاء في القيادة العامة لحزب الدعوة أو كأنهم أعضاء في مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان نظره متوجه إلى الجانب السياسي شخصية شخصية الإمام عند محمد باقر الصدر إنه مصلح اجتماعي وقائد سياسي ومعارض يعارض الأنظمة القائمة الأئمة ليس كذلك العنوان صحيح هناك هدف واحد هناك تنوع في الأدوار لا شأن لي بكل هذا الكلام الذي أجده في أحاديث العترة الطاهرة وفي أسلوب القرآن في دراسة سيرة الأنبياء القرآن حدثنا عن الأنبياء وحدثنا عن رسول الله فهناك أسلوب قرآني في دراسة سيرة الأنبياء السابق ودراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وهناك أحاديث العترة ومن أهم مصادر المعرفة فيها الزيارات الزيارات منهج سيرة في دراسة أئمتنا الزيارة الجامعة الكبيرة برنامج لدراسة سيرة أئمتنا ألخص الكلام هذا موضوع مضطرد هذا موضوع متفرع الجوانب هناك شيء واضح في سيرة كل معصوم حينما أجمع أحاديث كل معصوم من المعصومين أجدوا أن الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة مجموعات مجموعة ترتبط بزمانه ترتبط ترتبط بالشيعة الذين هو يعيش في زمانهم وبالوضع المجتمعي وبالأوضاع السياسية ومجموعة ثانية ترتبط بالتمهيد للإمام الذي يأتي من بعده إنه يمهد علميا وعمليا ويمهد نفسيا ومعنويا له هناك تمهيد علميا تمهيد عملي وهناك تمهيد معنوي ونفسيا وروحيا للأجواء التي سيأتي الإمام من بعده كي يواصل المسيرة التي تمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله المجموعة الثالثة ما يرتبط بالتمهيد لمشروع إمام زماننا إنه مشروعهم جميعا فكل المعصومين ابتداء من رسول الله إذا أردنا أن ننظر في ما قاله وما فعله وما قرره وما صدر عنه بأي نحو من الأنحاء فهناك جزء يرتبط بالواقع الذي كان يعيشه وهناك جزء يرتبط بالتمهيد لأمير المؤمنين وهناك جزء يرتبط بمشروع إمام زماننا قطعا حينما أتحدث عن مشروع إمام زماننا الفقرة الأولى في هذا المشروع كربلاء كربلاء تأخذ منحا واسعا عند المحصومين ابتداء من رسول الله ابتداء من رسول الله وبنحو عملي قارورة أم سلم علامة للأمة جميعا أنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل من رسول الله إلى إمام زماننا إذا أردنا أن ندرس المعطيات هناك جزء يرتبط بزمان المعصوم نفسه وجزء يرتبط بزمان المعصوم الذي سيأتي من بعده وبالنسبة لإمام زماننا سيكون ذلك مرتبطا بالراجعة وأول الراجعين سيد الشهداء الحسين صلوات الله عليه فهناك جزء يرتبط بزمانه وجزء يرتبط بالإمام الذي يأتي من بعده وجزء يرتبط بالمشروع المهدوي أما إمام زماننا فجزء يرتبط بزمانه وجزء يرتبط بالرجعة التي ستبدأ من بعده وجزء يرتبط بالدولة المحمدية العظمى إنها قمة مشروع محمد وآل محمد وكما قلت قبل قليل كربلاء لها مساحة واسعة في برنامج المعصومين ابتداء من رسول الله وانتهاء بقائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد هذه فكرة إجمالية الدخول في التفاصيل يحتاج إلى حلقة مفصلة وربما أكثر وإنني قد تحدثت عن هذا أيضا مرارا وكرارا في برامجي السؤال الأخير وفي الحقيقة ما هو بسؤال إنه طلب أن يكون هناك برنامج يختص بإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وأنا أتمنى ذلك مشكلتي مشكلة الوقت وهذا في نية لا بد أن أقدم برنامجا مفصلا عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أترك هذا للتوفيق أتمنى أن أوفق لذلك بهذا أجبت على أسئلة الرسالة وإن كنت قد أجملت الإجابة في كثير منها لكنني ماذا أصنع للوقت فإن التفصيل سيضطرني أن أستمر في الإجابة على هذه الأسئلة في عدة حلقات وهذا ما لا أستطيعه لضيق الوقت نذهب إلى فاصل الرسالة من النجف من الأخ العزيز ياسر الحسان رسائلنا من النجف كثيرة خلاصة الرسالة هو يذكر أسماء لا أريد أن أذكرها خلاصة الكلام يقول هل هناك في دين العترة الطاهرة من منهج روحي مثل ما عند الصوفيين ما يسمى بالطريقة هناك الشريعة هناك الطريقة هناك الحقيقة ما يسمى بالطريقة أو مثل ما عند العرفانيين ما يسمى بالسلوك بعلم السلوك في أجواء الصوفيين يسمى بعلم الطريقة وفي أجواء العرفانيين الشيعة يسمى بعلم السلوك السائل يسأل هل هناك شيء مثل هذا في ثقافة العترة الطاهرة الجواب نعم هناك وهناك وهناك لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لأنني سأتناوله في قادم الأيام إما في برنامج خاص بهذا الموضوع أو ستكون هناك فقرة من فقرات برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة ستكون هناك فقرة من فقرات هذا البرنامج تشتمل على هذا المعنى كثيرون يسألون وكثيرون يستفسرون وكثيرون يرغبون أن يكون برنامج بهذا الخصوص أترك الأمر لقادم الأيام وإذا جرت الأمور بأسبابها وكان هناك التوفيق فإما أن أفرد برنامجا خاصا بهذا الموضوع وإما أن تكون هناك فقرة من فقرات برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة بهذا الخصوص تحياتي للأخ العزيز ياسر له ولعائلته الكريمة ورسالة أخرى من العراق من الناصرية من الحاجة الفاضلة رجاء تشتمل على سؤالين السؤال الأول ما معنى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تشير إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك حديث موجود في كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تشير إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك وجاء أيضا لا تشير إلى المطر بالأصابع ولا تشير إلى الهلال بالأصابع المضمون هو هو هذا الحديث هذا الحديث يشرح الحديث السابق من جهة معنى الإشارة الحديث الذي ورد في السؤال لا تشير إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك وصلنا وصلنا إلى فاصل الأذاني الأذاني النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله حياكم الله قبل الفاصل كنت أقرأ عليكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء في رسالة عراقية من الناصرية من الحاجة الفاضلة رجع تسأل عن معنى هذا الحديث لا تشير إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك وقد قلت من أن الأحاديث أيضا جاءتنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على ما أتذكر في كتاب من كتبنا القديمة الجعفريات لا تشير إلى المطر بالأصابع ولا تشير إلى الهلال بالأصابع فالإشارة التي ذكرت في الحديث إنها إشارة بالأصابع ما المراد من هذا لماذا لا نشير إلى المطر بالأصابع ولماذا لا نشير إلى الهلال بالأصابع فإن الله يكره ذلك هل المشكلة في الإشارة إلى الهلال أو إلى المطر هل المشكلة في أصابعنا مثلا المشكلة لا في الإشارة ولا في الأصابع الكلام هنا جاء ب أسلوب الكناية البلاغية والكناية كما يقولون من أنها تذكر لازما وتريد ملزوما أو أنها تذكر ملزوما وتريد لازما الإشارة بالأصابع تلازم الحديث والكلام فعينما ينزل المطر ونفترض أن إنسانا يشير إلي فهو لا يشير بأصابعه إلى المطر لنفسه لا بد أن يكون في حديث مع آخرين وهكذا حينما يكون الأمر مع الهلال هذا الوقت هذا الوقت وقت رؤية الهلال في أول الوقت وقت مهم للدعاء وكذلك أول وقت نزول المطر وقت مهم للدعاء ونحن نتحدث عن بلاد الجزيرة التي يكون المطر فيها شعيحا هذه القضية لا بد أن تأخذ بنظر الاعتبار فوقت نزول المطر وقت دعاء ووقت رؤية الهلال في أول ظهوره وقت دعاء الانشغال بالحديث عن المطر وبالحديث عن الهلال ورؤيته الإشارة بالأصابع تشير إلى هذا إلى الانشغال بالحديث مع الآخرين عن الهلال أو عن المطر الله يكره هذا ويحب أن ينشغل الناس بالدعاء في كتاب الفقيه وهذا هو الجزء الثاني فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة المئة باب 117 القول عند رؤية هلال شهر رمضان الصدوق يقول وقال أبي رحمه الله أبوه علي ابن باب ويه القم في الحلقة السابقة كان هناك حديث عنه وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه لا تشر إليه بأصابعك ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله عز وجل وخاطب الهلالة تقول ربي وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وارزقنا عونه وخيره واصرف عنا ضره وشره وبلاءه وفتنته إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله عز وجل وخاطب الهلال تقول إلى آخره هذا الكلام أثبته الصدوق عن أبيه فهل هو من عند أبيه هذا الكلام جاء مرويا عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الفقه الرضوي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة وإذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله وخاطب الهلال وكبر في وجهه هذه وكبر في وجهه ليست موجودة في كتاب الفقي فإما أن النص في كتاب الفقي هو الصحيح وهو الذي يبدو وهذه الإضافة أضيفت إلى النص هنا لأن الفقه الرضوي قد تعرض للتحريف وهذا واضح جداً لمن يراجع الكتاب بدقة وتحقيق الكلام هو هو لا أريد أن أخوض في التفاصيل السؤال عن معنى هذا الحديث فمعنى هذا الحديث هو هذا وإذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله إلى آخر ما جاء في الرواية من دعاء رؤية الهلال والأمر هو هو مع المطار فهناك عندنا روايات تبين لنا من أن المطر إذا نزل فعلى الداعي أن يباشر أن يباشر بالدعاء الذي يقرأ مع نزول المطار وهذا مذكور في كتب الأدعية وفي كتب الأحاديث إذن المعنى الإجمالي لهذا الحديث لا تشير إلى المطار ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك هذه أوقات يستحب فيها الدعاء فلا تنشغل بالحديث عن المطر ولا بالحديث عن الهلال القضية ليست في الإشارة ولا في الأصابع الإشارة بالأصابع إلى الهلال أو إلى المطر هذه كناية لأنها تلازم الكلام والحديث مع الآخرين لأنها تلازم الانشغال بشيء هو غير الدعاء بينما هذه الأوقات هي من أوقات الدعاء لا تشير إلى المطار ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك يكره انشغالكم بغير الدعاء السؤال الثاني هل نستطيع أن نطبق قاعدة الإمام العسكري عليه السلام في معرفة أول شهر رمضان عن طريق أول يوم محرم ثم نضيف على اليوم إثني عشر عدد الأئمة ثم نطرح سبعة سبعة إلى أن يصل سبعة أو أقل من السبعة وهناك مثال ذكرته المرسلة بتطبيق عملي هذه القاعدة وغيرها هناك مجموعة من القواعد الأمر لا ينحصر بهذه القاعدة وردت في الروايات عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم لتشخيص أول يوم من شهر رمضان أو لتشخيص الأيام الأولى من سائر شهور السنة القمرية هذا الأمر تحدثت عنه في الحلقات المتقدمة هذه الروايات صحيحة لكننا حينما ندقق في سيرة الأئمة صلوات الله عليهم فإن الأئمة كانوا يعملون وفقا لرؤية الهلال بالعين المجرد وأصحابهم وأشياءهم كانوا يعملون بهذه الطريقة وهذا أمر يقيني واضح الأئمة وأصحابهم وأشياءهم بتوجيه من الأئمة كانوا يعملون بطريقة رؤية الهلال بالعين المجردة ويرتبون الآثار على الرؤية وعلى عدم الرؤية والروايات والأحاديث كثيرة في هذا هذه القواعد حالة استثنائية إذا كانت الظروف التي تحيط بالإنسان لا تجعله يستطيع أن يشخص بداية الأشهر من خلال رؤية الهلال إن كان يرى بنفسه أو كان الآخرون يرون الهلال تكون الظروف السياسية الاجتماعية الشخصية ظروفا مغلقة بالنسبة للشخص حينئذ يستعمل هذه القواعد إذا أراد شخص أن يستعملها على أي حال فإنه سيخالف السيرة المعروفة للأئمة صلوات الله عليهم الأولوية لسيرتهم فإنهم يعملون وفقا للرؤية الحسية المباشرة بالعين المجرد هذا هو الموجود في سيرتهم ورواياتهم وأحاديثهم هذه القاعدة وأمثالها من القواعد الأخرى صحيحة روايات عن الأئمة لكننا ما وجدنا الأئمة يعملون بها ولا وجدنا الأئمة يأمرون أصحابهم بالعمل بها إنها روايات جاءت بلسان الإرشاد حينما تكون الظروف مغلقة على الإنسان لا يستطيع أن يشخص بنفسه بداية الشهر القمر أكنا أكنا في شهر رمضان أم كنا في غيره لا يستطيع أن يشخصه يستطيع أن يعمل بهذه القواعد أتمنى أن تكون الإجابة واضحة ونافعة ومفيدة رسالة من النجف وسلام على النجف الأطيب وسلام على ورده الأعذب ابنتكم من النجف الأشرف أحييك أطيب تحيي وأنا أقول لك حياك الله وبياك أتعرفين ما معنى بياك هذه الكلمة أول من قالها جبرائيل لأبينا آدم حينما جاء يبشره برضى الله عنه فقال له حياك الله وبياك يا آدم وبياك يعني أضحكك يعني أدخل السرور عليك السؤال الأول ما هو تكليفنا نحن النساء عند ظهور شخصية السفياني خصوصا نحن في النجف ما هو واجبنا هل نلتزم الصمت أم لنا تكليف آخر هذا الأمر لا يمكن أن أجيب عليه بدقة في زمن لا يوجد فيه السفياني الجواب يكون دقيقا حينما نعرف معطيات ذلك الزمن قد يكون التكليف في ذلك الوقت الصمت مثلما ورد في سؤالك ما هو واجبنا هل نلتزم الصمت أم لنا تكليف آخر قد يظهر هذا من بعض الروايات من أن السفيانية لا يؤذي النساء ليس بشكل عام هناك في الروايات أكثر من سيناريو للسفياني هناك سيناريو سيقوم بإذاء الشيعة وقتلهم وهناك سيناريو سيقوم بقتل بعض الشيعة لكن الشيعة عموما في العراق ستبايعه لأن مراجع النجفي سيكونون معه لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن مراجع النجفي زمان الظهور سيكونون مع الإمام هؤلاء أتباع المراجع يضحكون عليكم الروايات والأحاديث تحدثنا عن شيء آخر إنهم سيكونون مع السفياني وسيأتي هذا البيان حينما سأحدثكم عن البتريين ذكرت لكم في الحلقات السابقة من أن رسالة وردتني من النجف من النجف أيضا وبحسب ما جاء في تلك الرسالة فإنها من أحد تلاميذ محمد رضا السيستاني كان يسأل في تلك الرسالة الصوتية عن البتريين وعن النجف البترية ووعدتكم أن أجيب على هذا السؤال في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى ستكون الصورة واضحة بخصوص السفياني وبخصوص البتريين فقد يظهر من بعض الروايات أن تكليف النساء الصمت ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه في كل الظروف علينا أن نشخص الظروف وأن نحدد المعطيات في الزمن الذي يظهر فيه السفياني رواياتنا يظهر منها أن السفياني لن يصل إلى النجف وإنما يصل صاحبه قادته يصلون جيشه يصل إلى النجف ومراجع النجف سيبايعون قادة السفياني وشيعة العراق عموما سيبايعون قادة السفياني قطعا لأن مراجع النجف سيصدرون فتاواهم مثلما كان السيستاني أيام كان الإرهابيون يذبحون الشيعة وكان السيستاني يفتي بعدم جواز انتقام الشيعة لأنفسهم ومن أن على الشيعة أن يصبروا حتى لو ذبحوا نصف أبنائهم والشيعة سكتت الأمر هو 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 الحكاية هي ما هو تكليفنا نحن النساء عند ظهور شخصية السفياني خصوصا نحن في النجف ما هو واجبنا هل نلتزم الصمت أم لنا تكليف آخر كما قلت في بداية الجواب الدقة في الجواب تقتضي أن نصبره حتى يحين ذلك الوقت وحينئذ سيتم التشخيص لأن اليمانية سيكون موجودا اليماني هو الذي سيشخص التكليف أكثر شخصية يخافها السفياني اليماني أكثر شخصية ستكون محددة للسفياني إنه اليماني اليماني هو الذي سيشخص التكليف السؤال الثاني السحر والأعمال السحرية والشعوذة هل تبطل كلها عند ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه ويرجع كل شيء لطبيعته فنحن نعلم هناك رجال مسحورون ونساء مسحورات وهناك زواج بالسحر هذا ينتشر في النجف كثيرا السائلة تتحدث عن واقع السحر ينتشر كثيرا في مدينة النجف السحر والأعمال السحرية والشعوذة هل تبطل كلها عند ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه ويرجع كل شيء لطبيعته فنحن نعلم هناك رجال مسحورون ونساء مسحورات وهناك زواج بالسحر وهناك حب بالسحر وهناك طلاق بالسحر وهناك وهناك فهل هذا يبطل عندما يقتل إمام زماننا صلوات الله عليه الشيطان السحر سيبطل قطعا مثلما مثلما تزول العاهات سيزول السحر لكن الإمام لا يقتل الشيطان من أول وهلة إنما يقتل مشروع الشيطان حكاية الشيطان طويلة الإمام سيجفف منابع البرنامج الشيطاني سيجفف منابع المعصية والضلال وشيئا فشيئا يقضي على الشيطان وبغض النظر عن قتل الشيطان أو عدم قتله في الزمن المهدوي الأول لأن الشيطان يقضى عليه تماما بالكامل في الدولة المحمدية العظمى الشيطان يقتل وله رجعة يغيب شخصه ويبقى برنامجه الروايات هكذا حدثتنا موضوع الشيطان موضوع طويل مفصل القضاء النهائي عليه في زمان الدولة المحمدية العظمى موضوع ليس هنا السؤال عن السحر فإن سحر سيزول كما تزول العاهات من الناس السؤال الثالث رجل قسم يبدو ميراثه المراد ميراثه رجل قسم ميراثه على أبنائه وهو على قيد الحياة وحرم بناته من الترك عندما يموت هل من حق البنات أن يطالبن الأخوة بحقوقه السؤال هنا هذا الرجل أعطى ماله لأولاده بعنوان أنه أعطى ماله الذي يمتلكه في ذلك الوقت في وقت التقسيم أم أنه أعطاهم المال بعنوان أنه ميراث إذا كان أعطاهم ماله لأنه ماله وهو حر في التصرف فيه فلا حق لهن في المال ولكن إذا قال لهم هذا ميراثي وأنا أقسم الميراث بينكم أنتم الذكور لأنني أريد أن أحرم بناتي من الميراث حقهن يبقى ثابت في الميراث ومن حقهن أن يطالبن بهذا وأن يأخذن حقهن في الميراث فحينما قسم ماله هل أعطى ماله بعنوان أنه يملك هذا المال وهو يريد أن يعطيه لأولاده الذكور هو حر في ذلك ولكن هنا سؤال أيضا يأتي قام بهذا الأمر متى قام بهذا الأمر حينما كان في حال مرض الموت في الأيام الأخيرة من حياته وكان مريضا والأطباء قالوا له بأنك ميت وهو يشعر بذلك فهل قام بهذا حتى لو كان بعنوان أنه ماله إذا كان في مرض الموت في مرض الوفاة فحق البنات ثابت في ذلك المال لكن إذا لم يكن في مرض الوفاة في الأيام الأخيرة من حياته ما كان معتقدا بأنه سيموت في هذا الشهر سيموت في هذين الشهرين وإنما كان يعيش أيامه كسائر أيام عمره التي مرت حتى لو مات في اليوم الثاني هو لا يعرف متى سيكون أجله كان في صحته لم يكن في مرض الموت هو لا يعلم أنه سيموت الأطباء ما قالوا شيئا هو لا يشعر بشيء وقسم أمواله بعنوان أنها أمواله وهو حر في التصرف بأمواله لا حق للبنات في ذلك لكنه إذا قسم أمواله حتى لو كان بهذا العنوان من أنها أمواله في مرض الوفاة أو لأنه كان يتوقع الموت لسبب من الأسباب هو يعرفها فإن حق البنات ثابت في ميراث هذا الأب لكنه إذا قسم المال بعنوان ميراثه حتى لو كان حيا وبهذه النية يريد أن يجعل الميراث للذكور فقط دون الإناث فإن حق البنات ثابت في هذا الميراث بغض النظر أكان قد قسمه في أيام مرض الوفاة أم لم يكن كذلك أعتقد أن الإجابة واضحة هناك سؤال آخر ليس واضحا لذلك سأعرض عنه خلل في طباعة السؤال ليس واضحا نذهب إلى فاصل أسئلة متفرقة ومتنوعة أجيب عليها إجابات سريعة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لا بد لكل زمان من هاد والهادي إمام زماننا غائب فكيف نهتدي والهادي غائب الجواب هنا في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذوي القرب الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إنها رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى لا أتحدث عن شخص بعينه إنه المرجع الشيعي الأعلى في كل زمان في هذا الزمان وفي الأزمنة السابقة وفي الأزمنة المستقبلية القادمة إنه المرجع الشيعي الأعلى يصفه الإمام بأنه ملبس كافر لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الأعلى ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على المرجع الشيعي الأعلى على ذلك الملبس الكافر ويجمع على من أضله لحن الدنيا وعذاب الآخرة هذه هي الهداية واضحة واضحة جدا لكننا علينا أن نكون على هذا الحال أن لا نريد إلا صيانة ديننا وتعظيم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إنه توقيع إسحاق ابن يعقوب وقد ورد هذا التوقيع بخط إمام زماننا إلى السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هناك حجج للإمام المعصوم في الأرض حجج للإمام المعصوم في الوسط الشيعي هذا كلام إمام زماننا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم والإمام في التوقيع نفسه هكذا يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب والسحاب الغيوم البيضاء وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب إنما يأتي لطفه وتأتي هدايته عبر رواة الحديث الذين جعلهم حججا هؤلاء هم المقيضون الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق في رواية التقليد والتي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل من تفسير إمامنا الحسن العسكري أعتقد أن الجواب صار واضح وواضحا جدا لأن السائل هكذا يسأل لابد لكل زمان من هاد والهادي إمام زماننا غائب فكيف نهتدي والهادي غائب إنه غائب عن أبصارنا لكنه شاهد على عقولنا وقلوبنا هو الذي يقيض لنا المؤمن الصالح وهو الذي يقيم علينا الحجج لأجل هدايتنا سؤال آخر وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لماذا قال لا يخرج منك إلى غيرك هكذا جاء في الأدعية الشريفة هذه العبارة مأخوذة من دعاء ليلة المبعث في شهر رجب إنها ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لماذا قال لا يخرج منك إلى غيرك لأن سنخية خلق الاسم الأعظم تختلف عن سنخية المخلوقات الاسم الأعظم صدر عن الله الله هو الذي خلقه المخلوقات صدرت عن الاسم الأعظم فسنخية الاسم الأعظم سنخية إلهية بنحو مباشر أما سنخية المخلوقات هي الأخرى سنخية إلهية ولكنها بنحو غير مباشر هناك الحجاب الأعظم وهو الاسم الأعظم سنخية هذه المخلوقات سنخية محجوبة بينما سنخية الاسم الأعظم وهو مخلوق أيضا سنخية نورية فلا يمكن للاسم الأعظم أن يخرج من دائرة الله لا يمكن أن يخرج من دائرته وأن يكون في دائرة المخلوقات المخلوقات لها دائرتها الله له دائرته الاسم الأعظم ما بين الله وبين المخلوقات هو في دائرة الله الكلام تقريبي الكلام تقريبي وهذا واضح إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وله من في السماوات والأرض المخلوقات ومن عنده الاسم الأعظم هناك فاصل ومن عنده هذه سنخية إلهية وله من في السماوات والأرض المخلوقات التي صدرت عن الاسم الأعظم وما صدرت عن الاسم الأعظم بنحو مباشر وإنما تجلى الاسم الأعظم في مجموعة الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى هي منابع الخلق الخلقيات مردها إلى الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى هي تجليات الاسم الأعظم الاسم الأعظم هو هذا الذي يقول القرآن عن ومن عنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لأن الاسم الأعظم مخلوق لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون والكلام هو هو في هذه الفقرة المهمة من الدعاء المعروف بدعاء التجلي الأعظم هو هذا دعاء التجلي الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك سنخية الاسم الأعظم غير سنخية المخلوقات سؤال آخر السائل يسأل عن دخول جيش اليماني زمن العلامات الحتمية إنه رجب العلامات السائل يسأل عن دخول جيش اليماني من أي جهة وعند قتل النفس الزكية هل أنصار الإمام يكونون موجودين معه ويقتل مع النفس الزكية وهل حكومة آل سعود موجودة إذا كانت موجودة من أي جهة دخل اليماني الجواب سيكون إجماليا فبعض المعلومات غيبية لا علم لي بها لم تذكر لنا الروايات بالدقة الجهة التي سيدخل منها اليماني إلى العراق لكن من مجمل الروايات إذا جمعنا كل الروايات الذي يظهر من الروايات المتوفرة بين أيدينا وهي قليلة إنه يقبل من اليمن يخرج من اليمن وهذه العبارة يقبل من جهة القبلة فيها إشارة إلى جهة القبلة إنه يأتي من اليمن عبر السعودية يدخل العراق من جهة الجنوب الذي يبدو من الروايات هو هذا هل يدخل العراق بالطائرات هل يدخل العراق بالوسائل النقلية البرية أنا لا أعلم ذلك هل يأتي من خلال البحر ما هو الطريق الذي سيأتي منه نحن لا نعرف هذا لكن مجمل الروايات مجمل الأحاديث إنه يقبل من اليمن ولا يستطيع أن يقبل من اليمن إلا عبر السعودية والعراق يقع شمال السعودية إذن سيكون الدخول من جهة الجنوب وهذا ينطبق حتى على وسائل النقل الجوي أما أن أنصار الإمام يكونون مع النفس الزكية حينما يبعثه الإمام إلى مكة هذا الأمر ليس واضحا في الروايات الذي يبدو من الروايات أن الإمام يبعثه لوحده يعلن رسالة الإمام ويقتل هذا الواضح من المعطيات المتوفرة بين أيدينا ربما يكون معه بعض الأشخاص لكنهم لا يستطيعون أن ينفعه في شيء السؤال وهل حكومة آل سعود موجودة إذا كانت موجودة من أي جهة دخل اليمان هذا أمر غيبي لكننا إذا افترضنا أن الزمان هذا هو زمان السفياني وزمان اليماني إذا افترضنا أقول إذا افترضنا أن الزمان هذا هو زمان السفياني وزمان اليماني الذي نجده واضحا في مجمل الروايات فإن دول المنطقة ستكون ضعيفة وستكون السعودية ضعيفة لا يبدو من الروايات أن الحكم السعودية سيكون زائلا سيكون موجودا لكنه ضعيف جدا وستكون السعودية ممزقة وهناك خلافات بين القبائل تكون شديدة جدا تؤدي إلى ضعف النظام وتؤدي إلى تمزق المجتمع بحيث يستطيع اليماني أن يتحرك برا من اليمني عبر السعودية باتجاه العراق والحال في العراق أيضا الحكم العباسي سيكون موجودا لكنه ممزقون متهرئون الخلافات والحرب فيما بينهم على شدتها فيما بين الذين يحكمون البلاد والأمر هو هو في بلاد الشام المنطقة كلها ستكون ضعيفة حتى إيران إيران كذلك ستكون منقسمة على نفسها المنطقة كلها ستكون ضعيفة هذا واضح في الروايات والأحاديث حينما تكون المنطقة بهذا الوصف ستكون حركة السفياني منطقية وستكون حركة اليماني منطقية وستكون حركة الخراساني منطقية في مثل هذه الأجواء هذا بيان إجمالي لحركة اليماني وإلا فإن الحديث يمكن أن يكون مفصلا إذا أردنا أن نتتبع الروايات والأحاديث بهذا الشأن وقت الحلقة صار طويلا بقية الأسئلة سآتي عليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله